أهلاً ومرحباً بكم ضمنها لذا العدد الثاني من برنامج استوديو كان نرافقكم من خلال هذا البرنامج طيلة مباراة كأس أمم إفرغيا بكوديفور المواعد إذن أمسية اليوم بداية من التسعة مساء مع المنتخب الوطني الجزائري الذي يوجه منتخب أنقولا في الجولة الأولى إذن الجماهير كلها خلف المنتخب اليوم تنتظر بشغف بداية مقابلة اليوم الجزائر أنقولا في نفس المجموعة أيضاً تواجه في غداً أو اليوم في مجموعة أخرى سينيغال ضد غامبيا في بداية من الثالثة مساء الكاميرون ضد غينيا أيضاً غينيا التي ستواجه الكاميرون متواجدة مع المنتخب الوطني الجزائري ضمن مجموعة تصفية كأس العالم أيضاً مستمعين الكرام نتواصل معكم خلال هذا الفضاء الرياضي الأثيري إلى غاية الوحدة ولن يلافقوني في تحليل مقابلة المنتخب الوطني الجزائري اليوم محمد راتيم محمد مساء الخير مستشار رياض أهلاً بك مساء الخير الأخ عبد قدر صباح سعر فينا باش نكون معاكم من جديد بعد غياب مع القران كوديفور إن شاء الله نكون في المستوى إن شاء الله محمد أيضاً سيكون معنا عبر الهاتف اللعب الدولي السابق فضيل مغالية عبر الهاتف بعد دقائق من الأن نستهل الحديث معك محمد إذن العرس الكوروي الإفريقي النسخة الرابعة والثلاثين انطلق منذ يومين الجزائر ستشارك للمرة التاسعة عشر بكاس أمم إفريقية تأهلت الجزائر بجدارة واستحقاق بدون أي انهزام أما في المرتبة الأولى بستعشر نقطة أعتقد أو أربعة عشر نقطة ستواجه أمسية اليوم الجزائر أونغولا عدنا تاريخ حافل مع المنتخب الأونغولي الأونغولي منتخب الأونغولي ما هوش منتخب سهل محمد بطبيعة الحال رانا نعيش في أجواء تعلقان هذه السنة في كوديفور البداية رانا نشوف المستوى راها المستوى تعلقان منذ البداية المستوى راها يشرف نقدر نقوله متوسط حتى الجيد وكان تنبؤ باش تكون إن شاء الله هذه البطلة من بين أحسن النسخات نشوفه أيضا الظروف المحيطة بكأس الأمم الإفريقية من ناحية الملاعب الجودة عن الملعب الأمم راهي في أحسن محرن تلياني بالملاعب خميرون خاصة النسخة الأخيرة المهم حتى المستوى را نشوفه المساوية شفنا البهرح شفنا الرأس الأخضر شفنا أيضا المزنبيق اللي نفس مع المنتخب الوطني في تصفية كأس العالم والمقابلة اللي فات البارح مع المنتخب المصري مقابلة قوية قدمها المنتخب المزنبيقي نقرأ الأمور هذي تبشر باللي كين مستوى ونشوفه التقارب في المستويات أن المنتخبات الإفريقية ما بقاتش منتخبات كبيرة نشوفهوش يصرها للنيجيريا وأيضا غانا وأيضا مصر البارح ستدير راح تكون صعيب التكهن لهذه البطولة خاصة الفائز بهذه البطولة وليوم إن شاء الله راح يدخل المنتخب الوطني أول مقابلة المقابلة اللي راح تكون صعبة مش سهلة كما اذكرت المنتخب الأنغولي اللي عدنا كثير مقابلات معاه وأيضا راح في أحسن الظروف في كثير من المقابلات دينيرمون راح تكون إن شاء الله مقابلة صعبة ونتمنى إن شاء الله توفيق المنتخب الوطني أكيد محمد المقابلة لن تكون سهلة خاصة وأن تاريخ الموجهات بين الجزائر وأنغولا تلتقي الجزائر وأنغولا اليوم للمرة العاشرة تاريخيا بعد سبع مباراة رسمية ومبارتين وديتين والحصلة العامة تشير إلى فوزين للخضر فوز واحد للغزلان السوداء ستة عادلات مع تزيل منتخبين أحد عشر هدف مقابل عشر أهدف للمنافس الفوز الوحيد لأنغولا كان في إطار تسفية كأس العالم 2006 التي تأهلوا لها في مجموعة ضمة أيضا نيجيريا زينبابو ويرواندا والقابون لم تفوز الجزائر في آخر أربع مباراة بين المنتخبين حيث يعود تأخر فوز إلى جوان 2001 بيعنبا ستكون المرة الثانية التي يلتقيان فيها في نهيئة كأس أمم أفريقيا بعد التعادل السلبي في نسخة 2010 بأنغولا لما نتكلم عن المنتخب الأنغولي تقريبا نفس الطريقة ونفس الأداء ونفس اللاعبين بالنسبة للمنتخب بتاع الكافيردي لأنه هذا مستعمارات برتغالية نعرف بلد تأكورة القادمة أغلبية هذا اللاعبين ينشطون في البطولة البرتغالية على الرغم أنه تسيبهم درجة ثانية إلى الدرجة الثالثة إلى أنه نعرف البطولة البرتغالية تقريبا تميل بزاف البطولة أو اللعب البرازيلي وكثير من اللاعبين البرازيليين يروحوا البطولة البرتغالية كان المستوى هذا خاصة من جانب الفني اللاعبين هذا معروفون ورح نشوفوا اليوم المقابلة وشنال برحل الرأس الأخضر لعبين فنيين ممتازين جدا خاصة في التحول كل ما قالوا من قبل محمد أنه منتخب الرأس الأخضر منتخب ضعيف ولكن شاهدنا منتخب آخر قوي جدا بالعكس يعني تفوز على المتخب هو هذا الفرق خاصة أن أونغولا المتابعة عن الأونغولا أو الرأس الأخضر المشكلة التي حمو الوحيد هو الانضباط التكتيكي نعرفه لما يكونوا اللاعبين عندهم إمكانيات فنية كبيرة نشوفهم ما ينضبطونش تكتيكيا هذا المشكلة وهذه المنتخبات وهذه المنتخبات لازم لهم معاملة خاصة وأيضا لازم الدخول ما تخلي لهمش لزيس باس خاصة من ناحية التكتيكية ما خلول لهمش لزيس باس برسك لتخلي لهم لزيس باس يدو للا كونفينس واللعب كي يدو للا كونفينس واللعب اللي كون ماهاري هذا اللي بكو بلوس تكنيك يدو لك أشياء كبيرة وما تقدرش تتوقع وش يدير دونك هذي فيما يخص الكورة لتاع أونغولا وأيضا لتاع الرأس الأخضر وحتى موزنبيغ تقريبا لذوقا مستعمرات برتغالية عندهم الأداء الفني ممتاز جدا دونك المنتخب الوطني اليوم رح يكون فيه مهمة ليست سهلة مقابلة صعبة ورح نشوفو ذوك المنتخب الأونغولي رح شاف المنتخب الكاففيردي شاف الموزنبيغ شافوا أيضا غينية الاستوائية اللي في المقابلة التتاحية اللي خسرت بأخطاء دفاعية دونك رح يكون هما أيضا بينه واش رح نقدمه في هذه الكأس نعم منتخب أونغولا كما قلت محمد بأنه مش منتخب سهل رحين من خلال قراءتنا للأرقاب اللي قدمتهم محمد منتخب الأونغولي يعني مفزناش عليه يعني منذ الفين وستة تعادلنا معاهم في كأس أمم إفريقيا على أرضية ميداننا ملعب أونغولا لما نظمت أونغولا كأس أمم إفريقيا تعادلنا معاهم سلبيا منتخب أونغولا لما واجهناهم يعني في تصفية كأس أمم إفريقيا يعني الأسانة الفارضة تفوقنا عليهم صحيحة ذهابا وإيابا بصعوبة أكيد لكن المنتخب كان عائد من أزمة محمد صعيب كما نعرف كلما نتكلم عن المنتخب الوطني المنتخب الوطني ما في طريقة لعب المنتخب الأونغولي ربعة ربعة ثلاثة ثلاثة صدير لعب طريقة كلاسيكية أو اللعب مفتوح بل كاليوم على المنتخب الوطني ممكن رح يلعب بكتلة للورا مي رح الهجوم رح يكون خاصة للمكان المرتدات لعبين تقنيين ولعبين منتازين رح يكون الأمر صعيب إحنا إن شاء الله هل ناخب الوطني رح تكلم في الندوة الصحفية بأنه يعرف كام اللعبين تاع أونغولا وعندوا معلومات كثير على أونغولا يعرف اللعبين منين جايين هذو اللعبين تاع البطولة أو المنتخب الأونغولي جايين قام البطولة البرتغادية نونك رح إن شاء الله اليوم يحاول باش يدير منظومة لعب أو خطة اللي تناسب هذ المنتخب لأنه كما نعرف باش يدير خطة مش يدير أغير على حسابك ماما على حساب لدفيرسير نونك عندك أمورة على لدفيرسير تدير هم بعين الاحتبار باش تبني خطة تاعك أو الرسم التكتيكي اللي رح تديره في هذ المقابلة الخطة يعني نعم قبل ما نوصله في من خصوص خطة اللعب يلتحق بنا الآن على المباشر عبر الهاتف اللعب الدولي الجزائري السابق فوضيل مغارية فوضيل مساء الخير مرحبا قالوا مرحبا نعم نقطع الاتصال مع اللعب الدولي السابق أكيد سنتواصلوا معها بعض اللحظات محمد يعني في رأيك يعني الناخب الوطني رقز كثير يعني من خيلة تربص طوغو على الجانب البدني حستين تدريبيتين في ظرف عشرة أيام كل يوم حستين تدريبيتين ولما ذهب إلى بواكي حسة تدريبية رقز كثير على الجانب البدني بالطبيعة حالك بعض اللاعبين خاصة ما نشوفوا يوسف بالليلي اللي راح عنده تقريبا في فترة كبيرة بعد التوافق بين الإدارة عمولودية الجزائر وأيضا الناخب الوطني تخلف تربص مغلق في سيد مصر عبد محمد رحي ننزع عليك بعد اللحظات معنا الدولي السابق فوضي المغاريا سيد مغاريا مساء الخير مرحبا مرحبا نعم مرحبا سيد فوضي المغاريا أهلا بك مرحبا سيد فوضي المغاريا أنت على المباشر مرحبا نسمع فيك عشر على عشر نعم سيد فوضي المغاريا أنت على المباشر مرحبا نعم 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 مقاطع اتصال معلش رحي نجعله بعض اللحظات نوصل محمد توقفنا عند خطة لاعب خاصة وأنه الناخب الوطني يركز كثير على الجنب المدني كما ذكرنا تكلمنا في الأخير على يوسف بالليلي الذي تخل فيه تربص مغلق في سيدي موساء بعد الاتفاق بين الناخب الوطني وأيضا إدارة مولودية الجزائر كما نعرف بالليلي الذي تقريبا يمر مرحلة صدير ممتازة مع المولودية الجزائر لأنه من ناحية بدنية نقص كبير المدرب تدارك هذا الأمر بعد هذا التحضير أيضا نشوف بعض اللاعبين اللي ممشي لابوه على غير لعب روما عوار كثير من اللاعبين اللي لابوه أيضا في احتياطيين مع أنديتهم الناخب الوطني سيئ بزيئ من هذا الناحية البدنية لأنه بطولة مجمعة وكما نعرف تقريبا هنا الناخب الوطني يستغل كامل اللاعبين لأنه بطولة هذه قادر يكون أي قادر مشكلة بدنية أو إصابات لازم اللاعبين كامل يكونوا وجدين ونشوفنا في كأس الأمم الأفريقي 2019 كان عدنا تقريبا فريقين وهذا كان بالإيجاب المنتخب الوطني وكانت منافسة كبيرة بين اللاعبين من أدى إلى المستوى تعلق اللاعبين ارتفع في هذه البطولة هذا المرة تقريبا نفس الظروف إن شاء الله رانا مقبليا على هذه البطولة وركعين إرتيح كبير لدى الطاقم الفني وأيضا اللاعبين في كوديفور راح إن شاء الله اليوم نشوف الدخول الرسمي للمنافسة من قبل الناخب الوطني والمنتخب الوطني اللاعبين يعني رميش معوا بالنتائج هذه أكيد يعني يركز لهم كثير جمال بماضيع الجانب بسيكولوجي ما تتهونوش لأن المنتخب أنغولا يبقى منتخب أنغولا أجواء إفريقية تبقى هي الأجواء الإفريقية إفريقية تبقى إفريقية الجنب الذهني أيضا مهم يعني والجنب بسيكولوجي خاصة في هذه البطولة المجمعة وما من خرجنا من الدور الأول وإذن الإقصاء المر ضد المنتخب الكاميروني كما ذكرنا في الكواليس هذه البطولة تقريبا الرقم واحد فيها هو جمال برماغي لو نفوز أو نروح إلى أبعد الحدود سيكون السبب هو جمال برماغي لأنه لعبين الحمد لله عدنا لعبين وعدنا لعبين ممتازين في كل المناصب خيارات أكثر للناخب الوطني يلاعبون بوليفالون يلاعبون في أكثر من الناصب نشوفوا بن سبعينين نشوفوا أيضا أدم الناس لعبين بن طالب لعبين ممتازين برماغي لو وقت فات واش كان عندنا من هذا المرر عند بالماضي لعبين أكثر إلى أنه يبقى الجانب النفسي خاصة اليوم المقابلة الأولى وإن ما نتمنيه تخوف التاعي لو نتلقاه هدف في البداية هنا يدخل للدوت والناخب الوطني لا يكون هذه الأمور لا تخفيش عليه هو الطاقة متاعه لأنه سيناريو هذا صعيب يدخل للدوت اللعبين يتفكر الكوب دافريك اللي مضات اللي خرجنا من دور الأول يبدأ اللعب يركز في الإقصاء المبكر يركز في الإقصاء الإقصائي مع الكاميرون أمور ليش سهلة لازم يكون إن شاء الله لا نطلق هذا الهدف في البداية لازم اللعبين يكون مركزين خاصة من الناحية على الرقابة من الناحية على ولازم أيضا اليوم لازم نخلوش هذا المنتخب الأنغولي يلعب لذا المنتخب يلد الثيقة سننعانو معه خاصة لاعبين منتزين وما لاعبين من كتلة الجماعية من الكتلة لاعب والزوج يدل لك الإضافة يقدر يدل لك الديفيرانس هذا الأمر الذي نتخوف فيه خاصة المنتخب الوطني في الأوين الأخير نشوف سرتوب في المليون تيرانا نلعب بزيف ستاتيك خاصة من لحي تري الرقابة الرقابة قليلة بزيف خاصة نلعب نطالب نقص شوية في الرقابة برابور على قديورة في 2019 ونشوف قديورة كان كبير يعني بنطالب هو بروفايل قديورة تقريبا نفس الحاجة الإيجابية أيضا أنه بناصر عرفوا منذ غياب بناصر عن المنتخب الوطني خاصة من ناحية استرجاع الكورة وأيضا من ناحية التقطية خاصة بالليلي يكون في القائمة الأساسية بالليلي يكون آلز لما يكون خلف بناصر يكون ديجا بلليلي عجل يسرى 90% هذه التشكيلة تقريبا رأي واضحة تشكيلة في الوسط أمام فاري شعيبي أمام بناصر وأيضا بنطالب وفي الهجوم رح يكون الثلاثي المعروف ممكن بلك آدموا الناس برسكو سياه ديجا في المقابلة الأخيرة ضد المأضم ضد بورندي أو ضد طوغو كان أساسي من جهة اليسرى الدفاع رأه واضح أيضا في وسط الميدان الثلاثي هذا الذي اذكرنا عليه الطريقة العادية اللعب بها جمال الماضي 4-3-3 على اليمين عطال وعلى الجهة اليسرى أي تنوي هذه تقريبا محمد ولكن مقابلة أنقوله هي مفتاح بطبيعة مقابلة مجانب النفسي المقابلة المقبلة لما تدخل بأحسن شبناها في دورة المقبلة الدورة الماضية لما تعادلنا مع سيراريون صحيح نعم راح تكون صدير تكميلة صدير تكون سهلة لما خاصة تفوز من المقابلة الأولى راح تكون مرتاح بالنسبة لباقي المقابلات اللعبين يكونوا من ناحية النفسية ومن ناحية الذهنية يكونوا في أحسن الأحوال هذه هي تقريبا الأجواء العامة والشي اللي تتوقعوه التخوف اللي ذكرناه نحن ثاني مش يغني الجانب السلبي وما جانب إيجابي الحمد للعن لعنها لعبين لعبين ممتازين اليوم لو يكونوا في أحسن أيام هم راح نحن يقدموا مقابلات كبيرة من تمنى وإن شاء الله الناخب الوطني والتشكيلة ما يخلوش المنتخب الأنغولي لأنه راح يبدأنا من الخلف لنك لازم نضغطو كما لألفين واتساطعش لما دخلنا دخلنا لما كان لدينا رد فعل وما كان لدينا اندفاع كبير راح يتغير بعد ربع شهر الأولى راح يتقدم المنتخب ويطمع وكورت قدمت العبارة تفاصيل سغيرة خطأ دفاعي خطفوا الكورة سجلوا هدف ثاني المنتخب المزميقي بالماضي سيركز على واحد الأشياء السغيرة استهتار أو استهزاء بعض الععبين في المنتخب المصري لأن المنتخب المصري كانت البداية سهلة وتخل سجل هدف نعم كان يجيروا المقابلة كان يقادرين يسجلوا هدف أو هدفين ولما نشوف مجرية المقابلة كان بين منتخب المصري تريجع شوية وعطال المبادرة للمنتخب المزميق ومزميق استغل الفرص لقطتين لديك بالماضي راح يركز كثير على الأشياء السغيرة هذه خاصة وأنه خطأ دفاعي لا تعطيش لأنه لأنه لما يلعب المنتخب الجزائري أو المغربي أو المنتخب المصري أو أي منتخب سينيغالي هذه المنتخبات مرشعة لما يلعب راح ينتظرك إذا ما استدر في البداية إذا ما كنتش في المستوى راح يغير طريقة تيعوه وطريقة اللعب لأنه في البداية ينتظرك أما بعد كما تسجلش عليها راح يبادر وراح تكون عنده كونفيانسة وهذه الثقة تندير من عشر دقائق الأولى بعد يهاجمك ويباختك عندنا لعبين عندهم خبرة لما تحدث عن إسماعيل بن ناصر كأس إفريقية هذه فرثة له لعب 2017 2019 2022 و2024 هذه الرابعة أعتقد لإسماعيل بن ناصر رئيس وهبب بولحي ستة كؤس إفريقية رياض محرز سلام سليماني فيه لعبين صوفين فغولي نبي بن طالب كلهم عندهم خبرة في كؤس الأمم إفريقية اللي لعبوها تقد بأنه تزوج الخبرة مع اللاعبين شبان على غير رفيس شعيبي أيضا العمورة يعني هؤلاء اللاعبين يعني رح تكون نقطة إيجابية يعني المنتخب من ناحية الزيد البشري المنتخب الوطني رأنا في أحسن الظروف عندنا لعبين لعبين خاصة خاصة صدير كيف شو نقوله اللاعبين هذو بوليفالون صدير اللاعب يلعب لك في ثلاث مناسب نشوفه توبة يلعب الجاليوسرايل يلعب في الوسط بلسبعيني أي تنوري يقدر يلعب في الهجوم يقدر عطال يقدر مام حتى يلعب في وسط الميدان لعبين صدير جودة من ناحية وأيضا كما تذكرت الخبرة الخبرة اللي تلعب دور في هذه البطولة خاصة البطولة الإفريقية والأجواء اللي تدور في هذه البطولة الإفريقية إلى أنه أنا اللي قلت لك اللي نخوف عليه هو الجانب النفسي الجانب النفسي خاصة لو لقدر الله وتلاقينا الهدف في بداية المقابلة راح تكون شوية صعبة ورح نشوفه الرد الفعل إلا هو محذر أنا شفت تقارير الناخب الوطني ما ديرش ما جابش محذر نفسي خلت دور ليه هو ولكن شفنا من خلال تربص وراء اللعبين تقليل مفصل فيه كيفية تتويج المنتخب أنا ذلك في سنة 2019 بأجواء كان أهم الصور من ناحية نفسية وعندك سبع لعبين كانوا حاضرين هذا تحفيز نفسي بطبيعة الحال هو استغل هذا استغل للعبين الجدد وما معهم لعبين قدمة استغل راح يساعد هذا تقريبا هذه البطولة الجانب النفسي هو صح استغل لكم ندخل استغل لكم ندخل استغل لكم بداية من اليوم يدخل الجانب النفسي يبدأ التحضير قبل المقابلة أثناء المقابلة بعد المقابلة حتى البودلاء حتى البودلاء من عمورة رفيق أو جعطاء يعني معنادي في الهجوم صح قيمة ثابتة أيضا في وسط الميدان عدنا كثير حسيم عوار من ناحية الزاد البشري ما شاء الله استغل لعبين ودي بوليفالون استغلت لعب به في أي بلاسة استغل لغيب لك واحد تقدر يغيب لك محرز عندك أدم و الناس ما مش مشكلة هذا ما مش مشكل من ناحية الزاد البشري الحمد لله عدنا أحسن لعبين ولعبين يوشتون في أحسن البطولات ولعبين عندهم طنج كبير وأيضا رهم في في جودة كبيرة هذا اللي إن شاء الله حتى يعني محمد حتى اختيار يعني من الطوغو كان اختيار موفق يعني بالنسبة للناخب الوطني لأنه حتى اللعبين تعودوا على الجو الإفريقي تعودوا على تلك الرطوبة العالية تلك الحرارة المرتفعة وحتى إجراء وديتين أمام طوغو أمام بورندي يعني يخليهم يتعرفوا أكثر يعني تعرفوا على التشكيل اللي يرح تلعب وأيضا تعرفوا على أجواء إفريقية خاصة وللعبين جدد يعني صحيح على الرغم من انتقادات على جمال بالماضي الاختيار المقابلات الوديتين ممكن مش في المستوى منتخب طوغو غائب على هذا حتى بورندي ولعبنا هذه الأجواء تعل إفريقيا هذه الحاجة التي تحسب الجمال بالماضي وأيضا القيادة الفافت يعني أنه كل الظروف وتربص في إفريقيا مليح خاصة في هذه الظروف حتى في مكان الإقامة في الفندق قريب جدا وهذه الأمور تكون إيجابية بالنسبة للنخبة وأيضا للنخب الوطني جمال بالماضي كيف تصور نتيجة اللقاء اليوم صراحة مقابلة صعبة ما تقدرش تتوقعها نشوفنا المقابلات اللي شكولي كان يتوقع باش المنتخب نيجري نيجري غانا تنهزم وأيضا مصر تتعادل صعبة صعبة ومفتوحة على كل الإحتمالات إحنا اللي همنا هو النخبة أو المنتخب الوطني الأمور الأمور التكتيكية اللي يتكلمون عليها واللي يتكلمون عليها بالأخض الحمد لله عدنا عدنا دي جوار يعرفوا كيفاش يديروا الديفيرانس من بينهم خاصة في وسط الميدان بنطالب سدير هذه الحاجة الإيجابية في المنتخب الوطني أيضا عدنا دي جوار وممتازين من ناحية الفنية أيضا من ناحية التكتيكية كما ذكرنا إحنا إن شاء الله يكونوا في اليوم يكونوا في يومهم باش يقدمونا هذا كما ذكرت لك في البداية شوية الأمر اللي نقدرون نقوله التخوف منه هو سيطل المليوتيران اللي جو هذك ستاتيك خاصة ماذا تخوف من وسط الدفاع يعني هذا مثلا مشكلة على وسط الدفاع بلك نقول لك لو تشاطرني الرأي الوسط الدفاع هذا مليح عدنا استدر ثنائية هذه بن سبعين ومندي تقريبا المشكلة وين مشكلة حنا في الدفاع في المنظومة لو نرجع لدين كانت المنظومة كامل تهجم هذا الدافع نشوفه محرز على اليمنى ونشوفه بالليل على الجال يوسرا كانوا تقريبا هم البداية تاعة المدافعين صدير الدفاع تاعة المنظومة لما ما يكونش عندك دفاع على المنظومة ما تكونش الرقابة لذلك الدفاع رح تكون عنده أمور صعبة والله تجيب أحسن المدافعين في العالم لأنه لازم نظن هذا الجمل بالماضي يعمل على هذا الجانب المنظومة الدفاعية ككل من الهجوم إلى الدفاع نحن لازم كما كنا في الدوم اللي زنا بدأوا ندفع بسليماني ومحرز وبالليلي برسكو كيكون ندفع وككتلا راح تكون خفيفة على المدافعين هذا المشكل ما نشوفه في ضد مصر كان الدفاع كان كان تقريبا ما كاش منظومة دفاعية ما كاش كان دير كتهموا لاعبين مصرين يوصلوا للدفاع سيبوسي بنونا أخطاء تعالى المدافعين ونقولوا باللي الدفاع هاش هي لا هي المنظومة الدفاعية المنظومة الدفاعية لما يكون نلعب بمنظومة دفاعية كامل الناس الدفاع وكل واحد الدورة تيعو استادير لما ضيع خورة ثم تبدل المنظومة الدفاعية تعمل استادير بالليلي راح يرجع من الجهة اليسرى مع ايت ايت نوري هو ومحرز ايضا يرجع للجهة اليمنى خاصة عندنا لدو لاريير زوج عندهم نزعة هجومية خاصة ايت نوري لازم تكون مساعدة والدعم من قبل اللي يكون في الجهة بالليلي او اللعب محمد يوسف عطار هنا قسم منافسة ما تأثر شاعله ذاك النقص بطبيعة ستأثر عليه ما نشوف ورا في الديناميكية اللعب ورا نشوفوه في الوديتين اللي فعتوا لعب وتقريبا لعب من المنتخب المصري الى يومين هذا تقريبا راي عوض مجيش كما المنافسة ميكون مراي مقابلات مع المنتخب الوطني راي فيها امباكت راي فيها دفع فيها دفع فيها هجوم نونك صدير خاصة في الكارير تيها هذي راح تساعدوا كثير هذا المقابلات اللعب مع المنتخب الوطني للمستقبل وعنده اصلا من ناحية نفسية راح باش ينتقل الى فريق اخر نونك راح يكون عنده الدافع باش يقدم وش عليه نعم من هو توفيق المنتخب الوطني الجزيلي ما تطعناش النتيجة محمد وش نحن نتمنى هاليوم في المقابلة انه المنتخب لا ينقس دبيت لان البطل لو نخرجوا في هذه البطولة لا ينقس دبيت سنقوم باشي كيف 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 اشتركوا في 2012 في الكامرون لكوب دافريك سينيغال لا ينقس دبيت لما لا ينقس دبيت ستكون في ادوار متقدمة هذا اللي لازم الناخب الوطني يبلغ للعبين وانه في البداية نخم باش ما ننقس باش لما ما تنقس يش راح تمركي وراح تكون الامور صعيبة ويكون يعني كيف تفوز في المقابلة الاولى هي مفتاح للمقابلات القديمة مام يكون الناخب مرتاح واللاعبين مرتاحين للمقابلات القديمة شكرا لك محمد وشكرا للمتابعين نعم شكرا لكم أيضا مستمعين على فضل في كل مكان جمهنا الرياضي الكريم كنتم معنا ضمن هذا العدد من برنامج استوديو الكان لازلنا معكم ونتوصل دائما مع هذه الأعداد الخاصة ضمن برنامج استوديو الكان طبعا تذكير بلقاءات الخاصة اليوم على غير لقاء المنتخب الوطني الجزائري يقول الذي سيواجه منتخب الأنغولي بداية من التسعة مساء بتوقيت الجزائر أيضا منتخب سينيغال سيواجه منتخب غامبيا بداية المنة ثلاثة مساء منتخب الخاميروني سيواجه منتخب غينيا بداية من السادسة مساء سنستمتع اليوم بهذه البرمج الخاصة بهذه اللقاءات خاصة منتخب سينيغال الذي سيواجه غامبيا بداية المنة ثلاثة مساء ديربي الحدود خاصة أنه غامبيا بجانب سينيغال والمتعة ستكون حاضرة أيضا مع لقاء المنتخب الجزائري الذي ننتظره بشغف كبير الجماهي الجزائري أيضا تنتظره سهرة اليوم بداية المنة تسياحة مساء لقاءنا بكم يتجدد إن شاء الله غدا بين اللي تعالى ضمن برنامج استوديو الخار الذي سيرافقكم طيلة كأس أمم إفريقيا للأمم 2024 بكوديفور والنجمة ثالثة إن شاء الله في الطريق ألقاكم وأنتم بأفخير يتوفق